السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله لدينا معكم صلاة زوينة كمية العسل الحر في حال لا تكون العسل نضيف نصف الكمية للزيت الزيتون نضيف زيت الزيتون هو هذا زيت حر من بعد نضيف ملعقة كبيرة من المتعد اي الخردل هي هدي وسوف تخلط هاد المقونات بثلاثة بزيان وهنا وعند الفواكه نوعين من التوت هناك هي التوت الأحمر التوت الأسود وهذه هي السلسة أو السوس اللي حصلنا عليها ممكن نضيف عليها الآن شوية دي الخردل على حسب الضوغ لأن المك الضوغه تقدروا تضيفه الخردل هذو هما المكونات الثلاث خلطنا وهذا يكون لديه صلاة وهذا يكون لديه صلاة إختيارها من غفة قطعنا وصلنا لديه عصير وعصير لنقصد استعمال وكذلك لدينا قطرات الخص والتفاح قدرنا هاتوة الأرض الأسود والأحمر عندكم فواكه أخرى ممكن ضيفوها ممكنش مشكلة هنا ندخلطو الكل ونديرو في هذا التبصيل ومن بعد أي مقصرة تعدكم ضيفوها كيف تشوفو الآن نضيفو الجوز نصرحو الخص والتفاح وهدوة الأرض مزيان وباليادين ديونا نقطعو هذا الجوز ما تقطعوش بزاف أو نديرو في مولينكس لا حسو يجي باين هاكده نقطعو هاكده كمية اللي عندكم غدت ضيفوها أولى كانتكم فواكه أخرى ضيفوها المهم كل ما كانتكم فواكه كان أحسن هنا من بعد ما قنا نكملو هاكده تقطاع ديال هاد الجوز أي القرقاع ما قد نضيفوها هاديك السلسة أو السوس هاديك السوس زوينة جات زوينة هاديك السوس نتمنى أنكم تجربوها هناني كان ديرغب اليدين ديالي وما تمشيو فين لأن باقي هاتشوفو واحد طبق آخر هو عراضة المهم هنا العسل هو هادا الخريط دي العسل ديرو له هاقدا خيوط ممكن تخلطو هاكده الكل أو ممكن تخلطو تخلوها هاكده العسل من الفوق مهم كيف مدرتو ها غديجي زوين سلطة منعشة زوينة الحص زوين في فوائد كثيرة في ها الحديد كذلك والفوائد هتومة في البيتامينات نتمنى أنكم تدخلو في هاد شهر رمضان والإنسان كيكون محتاج للسكريات ولكن تكون طبيعية بحالة عقدة بحالة تكون دي الفوق الجافة السكريات أو دي العسل بصحة وراحة وهنا هادي البستيلة ها كيف تشوفوا زوينة الكذوب على الله حرام ماشي أنا لصوتها ولكن صوتها بحالة سيدة و السيدة كذلك اللي عرضت علينا وفي الدار دياننا اللي جايزها بخير وردها لف ساعة الخير إن شاء الله كوموندات جوش البستيلة تعهما ديال الجاج واللود ماشي ديال الحوت وهما هادو أتمنى أنهم يعجبوكم شوفوا التزيين التزيين ديال اللوغة المهم التزيين ماشي هاكا وعر بزاف ولكن مهم زوين تمام كان مناسب شوية ماشي بزاف والسلطة هي هذه عندنا جات غزالة والمعداق ولا أرواح درناهم مع المشروبات ولو أني ما كان نحفزش الناس يشربوا مشروبات لأخص المشروبات يكونوا طبيعيين ولكن جات عرادة على غفلة وهذا المهم بالنسبة للبزطيلة رأي عندي في القناة إن شاء الله نخلع لكم في صندوق الوصف وتبارك الله هادو جوج بزطيلات كلنا فيهم وكلو ناس أخرين جاءوا من بيت بالصحة والراحة وشكرا لسيدا اللي عرضات علينا الله يجازها بخير ردوها الساعة الخير والله يعطيها كل ما تتمنى إن شاء الله نخليكم على هذا الصور ودومتم في العاية الله وإن شاء الله الفيديو قادم مع السلامة وشكرا للجميع كل من دخل عندي القناة وشاهد مشاهدة بالصدق ودار لايك واشتراك شكرا لهم حتى أنا كان نعمل نفس الشيء الله حالم موسيقى 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 موسيقى